السلام عليكم ويزيكم يا شباب ان شاء الله النهاردة هنحلل الاسئلة على درس البريفلال نيرفا سيستم انا ابتدي بسؤالي الاولين واحد ظريف هيقول لي ده اقول له ايوة حبيبي ما احنا اخدنا ان هما تلات انواع الموتور نيرفا سيل والانترميديت او ماشي اي واحد في هم بقى دول هتقول لي طب وانا اعرفه منين ولا اخدنا في الدرس ان هم تلات انواع اللي بتاعه مشقوق اتنين جزء طويل وجزء قصير والطويل في زي ما اخدنا في الرسمة اللي فاتت اللي في الدرس ده اللي هو لكن اللي ما كان فيه في ناحية وكان ليها ده اللي هو زي ما اخدنا في الدرس وعلى حسب الرسمة اللي انتم شايفينها قدامكم دلوقتي بداء الموتور نيرفا طب حل احنا عارفين ان هو اصلا انه عشان فيه تمام? والوايت ماطر اللي برا عشان فيها ايه? فيها الاكسون الاكسون ده كان بيضغطة بمايلين شيس وده طبعا فات وعشان كده بلنه ابيض. حلو. طيب يبقى هنا بقى جري ماطر فيه الدندريتس والسيل بادي بتاعت ايه? الله ينور عليكم. الرسمة اللي زهرة قدام حضراتكم دي هتشوف ان الدندريتس والسيل بادي بتاعت كل من الكونيكتر نيورن. ادراكة مواحة. والموتور نيورن موجودين فيه. لكن السنسوري نيورن الدندريتس موجودة عند اصلا ريسيبتور ارجانس. والسيل بادي موجود برا اصلا الجري ماطر. يبقى هي الاجابة الموتور والكونيكتر نيورن. طيب. كوستان نمبر سري. بولاك. زا ابيزت فيجر. ربريزنت انيورن. ان ويتش زانير بامبالس باس. ماشي. ويتش افزا فلونج طيب. احنا لسه قالين. ما لهش غير مدخل واحد. بيخش من يمشي في السيل بودي. يمشي في لغاية ما يروح للترميل. وبعد كده يخرج لبعد كده. سواء هي تانية او سواء هي مصل على حسب اللي بعده ايه. حلو. يبقى انا عندي ده الاتجاه الوحيد بتاع نيرف امبالس. حلو. اده اول حالة. تاني حاجة نوعية ايه بقى النيرف سيل دي? احنا لسه قالين. لما يكون فيه يعني طرفي. والنحية التانية فيه وفيه يبقى ده طيب ليه مش اقول لك لان الكنيكتور بقى ليه طيب ليه مش لان هنا بتاعها بيبقى مشقوق اتنين. والدندراتس بتبقى موجودة على جزء منه. يبقى هنا الاجابة الصحة نده موتور نيرف سيل. والديريكشن اف نيرف امبالس اللي جاء من البرين والسباين الكورد يودي لي الافيكتور اورجن. بيبقى اقوي ايه? في سباينال كورد. يبقى الاجابة بي. قولك. مين النيورن اللي موجود بالكامل جوه يعني جوه ايه? جوه يعني جوه ايه? يعني جوه الجريمات. مين اللي موجود بالكامل? بالكامل اجزاء كلها الكنيكتور نيرون. واحد يقول لي الله طيب هم موتور نيرون موجود? اقول لك لأ ده لكن الاجتسهم برا. اوكي? لكن اللي بالكامل الكنيكتور نيرون. وده اللي كان بيوصل ما بين السنسور نيرون والموتور نيرون. طيب كوستان نمبر فايل. ولك which of the following neurons? whose body isn't present in the gray matter? لسه مجاوبينه. اللي مش موجود البدي بتاعه في الجري مطر هو السنسولي نيورون بس. كوستان نمبر سكس. ولك in the reflex arc the terminal of the connector وانا مغمّد عيني. سهلة جدا. طب ده موجود فين? يبقى اتشك وفي عضلة? عضلة هنا سكيلتال المصل. يعني عضلة اراضية. يبقى ده. يبقى ازا اتفجر وقلنا. يعني اقول لي ما صاري ازاي? لسه حلين اتنين زيه في الدرس دلوقتي. طبعا ده شك الدبوس هنا. اللي اقول الريسيبتورز هنا هيتولد فيها هتمشي في السنسولي نيورون. اوكي? هتخش على تطلع من على يحصل لها على البراية اللوب. اهو حاجات زيادة اهو. البراية اللوب يعمل لها في صورة ينزل تاني وبعد كده يروح للموتور نيورون ويوصل لغاية المصل في حسن فتبعد ايدك عن الدبوس. يبقى المصاري الصح اللي هي الاجابة دي. نمبر ايت. بقول لك. انا عندي ده نيورون. من شكله كده عرفنا ان هو الموتور نيورون. حفظنا شكله خلاص. او واحد اهو مش مشقوق بالطول. والدندرايتس في مكانها هي متوزعها حواليين. تمام? حلو. انا عندي الاكس ده المفترض يكون موجود فين? والواي المفترض يكون فين? الاكس ده ده مكان دخول والواي ده ده مكان خروج سواء لنيورن او بعدها او سواء لمصل عشان يحصل او سواء لجلاند عشان تعمل افراز. حلو. يبقى المصاري الصح هيكون ده الاكس تمام? هيكون الكورد. تمام? الموتور نيورون بياخد منين? من الكورد. تمام? يودعها لغاية فين? بقى يطلع مصر. يطلع جلاند ندور. هنا اه في جلاند لكن ما فيش مصر. يبقى هنا ده الايجابة الصحة. بياخد من الكورد وبتروح بها على الجلاند اللي هو يبقى ده الصح. ده موتور نيورون بياخد من نسباتنا الكورد للجلاند. شكرا. طيب. كوستشان نابر ناين. بولك كونتراكشن. او كير صدلي. وين اهاند تاتشز اهود سيرفز. لساعة. بايزة كنتروله في ايه? مين بيسيطر على العملية دي? اه يلا. مين بيسيطر? واحدة هيقول لي ايه? واحدة هيقول لي الريسيبترز ده موجودة في السنسور اورجنز. واحدة هيقول لي لأ بص على اللوبز فوق البراية اللوب. اقول لك يا عمي ماشي. كل ده بتشارك. لكن مين اللي بيكنترول دي عملية اسمها ايه? طيب مين اللي فيه او مين اللي بيستقبل من كل اجزاء الجسم? وبعد كده بيوصلها البريم فوق بس ياخد فيها قرار. يبقى مين اللي فيه يبقى هو اللي بيكنترول العملية دي. يبقى الاجابة الصحة اللي بيكنترول العملية دي عمل حدثة. عمل حدثة. عاصل الله يبقى. اند افتر ترانسيبورتنج هم تو زا هوسبيتال. هي طول زا دوكتور. زات هي كان فيل هزهان. يعني حاسس بايه? بايده. بط هي كودينت موفت. الله حاسس بيها بس مش قادر يحركها. كمان ده مفيش كسور الله. يبقى ايه اللي حصله? الراجل حاسس بايده بس مش قادر يحركها وما عندوش كسور. يبقى ايه اللي حصله? طيب ناخدهم واحدة واحدة. بدام حاسس بايده يبقى هنا شغال ما تقطعش بدليل انه نقل من الريسيبتورز اوكي? لغاية السنس. يبقى هنا حاسس. يبقى هنا سليم. حل. طب راح يا عم وطلع البرين واخد فيه قرار وبعد كده بعت في سورة المفروض يتنقل في لغاية المصل. تمام حل? مش قادر يحركها. يبقى الموتور نيرفيس اللي مالها. مش قادر يتبعث اللي جالها عن طريق سين اس. لغاية يبقى حصل له قطع او تلف في الموتور نيرفيسل. يبقى هنا الاجابة الصح. زا دامج اوف زا نيرفاس لينك. بتوين. زا سنترال نيرفاس سيستم. ان زا ريس بوندنج اورجن. ومين بقى اللينك دي اللي كاب بتوصل ما بين السنترال نيرفاس سيستم والرس بوندنج اورجن. الموتور نيرفيسل. يبقى دي الاجابة الصح. سي. طيب كوستشان نمبر eleven. زا افكت اوف سيمباساتيك. انت بارا سيمباساتيك. نيرفاس سيستم. اون زا هارت. از. ايوة. السيمباساتيك بتاع الهاي بارا بتاع الستريس سيتيواشن. بيزود الهارت بيت اوف زا هارت. طيب. البارا سيمباساتيك ده عكسه بيقلل. يبقى هم مع تأثيرهم ايه? يعني ايه ضد بعض او عكس بعض. بيقلك. يعني اتعرض لضوق شديد في عين ايه? طيب. خلينا نعرف ايه اللي بيحصل الاول. لما اتعرض لضوق شديد ايه اللي يحصل في المنطقة ايه? الله ينور عليكم هيحصل ايه? هديق. اللي هي حضقة العين دي هديق. اوكي? عشان الضوق الشديد. فيعمل ايه? طيب. وبعد كده المنطقة بيه. بما ان ايه هديق? يبقى بيه حجمها يزيد. نسبيا. هي نسبة وتناسو بصل. يعني لما دي يكون دائرة كبيرة. وبعد كده تبقى دائرة صغيرة يبقى بيه حجمها نسبيا زاد. يبقى لما اتعرض للضوق ايه? هتقل وبيه هتزيد. طب لما باخده بعد كده. السؤال هنا بقى مش في دي. السؤال بعد كده. لو انا خدته وحطته في قوضة ضلمة. ايه اللي هيحصل? طبعا دي هتوسع تاني. هيحصل عن طريق هيحصل ايه? والمنطقة دي هتوسع. يبقى المنطقة بيها يبقى بالتبعية هيحصل لها ايه? هتقل. يبقى ايه? وهنا السؤال في القوضة الضلمة هيحصل ايه? مش لما اتعرض للضوق. عشان ما تتلخبطش في السؤال. تمام? وديك مقدمة كده ممكن تلخبطك اصلا وتجاوب عجزء اولين. انا عايزك تجاوب عجزء تاني. بولك ايه اللي هيحصل? بتاعت ايه وبي? وانهيموذ وتقاروم. تمام? يبقى الايه هتزيد والبي هتقل. يبقى الاجابة الصح دي اللي هي الايه هتزيد والبي هتقل. نمبر سرتين. بولك في حالة الارتخاء. انتخاء. مين بتاع الانتخاء. لسه ايلنها. البارا سيمباساتيك. بتاع لكن بتاع السيمباساتيك. يبقى هنا البارا سيمباساتيك هو اللي هيشتغل في حالة طيب. طيب. نمبر بورتين. بولك ادرينالين هرمون. الادرينالين هرمون بيعمل ايه حبيبي? اول ما بتيجي ستريس سيتواشن بيتعرض لها الجسم السيمباساتيك نيرف السيستم ينشط. فييوم اعمل ايه? اكتيفيت الادرينال جيلانت. فاتطلع ادرينالين هرمون. ادرينالين هرمون يعمل ايه? يزود الهارت بيت. ويزود الكونستريكشن بتاعت البلاط فيسس. فيعمل ويزود البلاط جولوكوز ليفل. هيزود التلاتة. ابقى هندور على ابو ثلاثة زيادة ده. انكريز انكريز انكريز. ابقى دي يعني التكامل بتوين زي اكشن اف اتش. طبعا ده هو الجزء الخلفي من السرابر الهيمسفير. ده اللي فيه حاسة ايه? الرؤية. بيتعاون مع مين بقى? ها? بيتعاون مع مين? ولا الميت برين? مبدئيا كده مالوش علاقة. بيتعامل مع الميت برين. طب الميت برين انا عندي اختارين. ميت برين. وبريفرر نيرفا سيستم. وفور برين. وعندي مير برين. واوتونومك نيرفا سيستم. وبريفرر نيرفا سيستم. هقولك معادي. هتقول لي ليه? هقولك لان في الحاسة الفيجن. حلو. طب مرتبطة بعد كده بالعين. العين مين اللي بيعمل? البيوبل. الاوتونومك نيرفا سيستم. يبقى دي الاجابة الصحية. قول لك هز او هف نورول. مين اللي مالوش دور في الريس باراتوري سيستم? النيرفا سينتر المضالة قبلانجاتا يا راجل ده فيها اهم سينتر لتحكم في الريس باريشن. ده الخبطة في المضالة قبلانجاتا دي بتقدي الى الموت عشان الريس باريشن بيتوقف. طيب النيرفا سيرفيكال برتبرة السيرفيكال واللمبر برتبرة اللي هي السوراكك والسوراكك كان بتتحكم في اللي هي الجزء اللي هو الجزء السيمباساتيك. بلأ طبعا لها تأسية. النيرفا سفروم زا برين ستم برين ستم ده اللي هو الباراسيمباساتيك. الفرانتال لوب. اه ده اللي مالوش علاقة بقى بقى. ليه? لاني ده كان له حاجة بالسبيتش وبالميموري وكان فيه موتور نيرف سنتر. فده مالوش علاقة بالرسباريشن. يبقى الفرانتال لوب هو اللي مالوش اي علاقة بالرسباريشن. نمبر سيفنتين. بلك. تعرضت الخوف. ايه اللي هيشتغل سيمباساتيك ولا برا سيمباساتيك? بتاع سيمباساتيك. تعرضت الخوف وهينشط سيمباساتيك. حلو. طب هو سيمباساتيك كان بيعمل ايه في السيكريشنز. كان بيقللها. فالصلايفة هتقل. يبقى الصلايفة. شوف? بجيب حاجة بحاجة. طب كوشن نمبر اتين. بقولك ذا نيرف فايبور. ذا اكت اون انكريزينك ذا هارت كونتراكشن الريز فروم اللي بيزود الهارت كونتراكشن او قوة ضخ القلب. ده كان مين? اللي هو بتاع السيكريشن. اللي هو السيمباساتيك نيرف السيكريشن. حلو. ده كان بقى نيرف فايبر بتاعه جاي منين? من السوراكك واللمبر ريجون. ده السيمباساتيك. وتحديدا الهارت كان من السوراكك ريجون. يبقى خارجة من السوراكك ريجون كوشن نمبر نينتيين. بقول لك زي اوبيزت فجر. مظبوط. اه زي كان بي كوريكت باي ايه ده المستيكس اللي هنا الاول? طيب نشوف. ده اللي هي النهار. وده المفروضين لغاية او لغاية السيكريشنس. وبعد كده يخرج بعد ما يحصلوا بالرسوسينج في سيك ناس يخرج عن طريق. يروح لغاية المصل. حلو. الغلطة فين بقى? اه نبص كده على السينسوري نيورون. السينسوري نيورون المفروض ان هو بيبقى في نيرف سيل بادي. والاكسون بتاعه مقسوم نصية. نص رايح له الاستيمولاس او للريسبتور. ونص التاني رايح لغاية الجريمات. حلو. الله ده ده نيرف سيل واحد طويل. الاكسون بتاعه مش مقسوم. وكمان النيرف سيل بادي. والديندرايتس كانت جوة جريمات ده غطر. غلط. غلط. لان كانت النيرف سيل بادي. والديندرايتس بتاعت السينسوري نيورن كانت برا الجريمات. طيب نبص الناحية التانية. مفروض ان ده كان الموتور نيورن. موتور نيورن كان النيرف سيل بادي هنا. اوكي مع الديندرايتس. كانت عاملة سينابس مع بتاعت الكننكتور نيورن. وكان الاكسون ماشي لغاية المصل. ودي كانت الترمالي. اه واضح كده من الرسمة ان النيرفي سيل ده متبدل مع النيرفي سيل ده. يبقى ده السنسوري نيورون المفتوض يطلع فوق هنا والموتور نيورون المفتوض ينزل تعطين. المفتوض ابدل اتنين مكان ثلاثة. يبقى الاجابة الصح سيل نمبر سري والسيل نمبر تو. طيب. ولك زبارة سمبساتك نيرف السيستم اه. الديجيشن هيحصل ايه? احنا فاكرين ان الديجيشن كان فيه بيهتم افراز ودي واحدة من الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليهم. كان السمبساتيك بيقللهم والبارة سمبساتيك بيزودهم. لابقى البارة سمبساتيك لما هنشط هيزود وبتالها اكسيلرات الديجيشن. فهيصرع عملية الهضم. يبقى الاجابة ايه? نمبر توينتي وان. بقول لك زي روناري بلادر. اللي هي المسانة. حلو. انا عندي كان السمبساتيك كان بيعمل ايه? كان بيعلي وكان البارة سمبساتيك بيزود حلو. لما البارة سمبساتيك هيحصل فيه تلف? هيحصل كونتراكشن? لا. يبقى هنا التلف هيحصل في البارة سمبساتيك نيرفا سيستيم انساكرا الريجون. يبقى ايه دي الاجابة بي. هتقول لي ايه او ايه المقصود بالساكرا الريجون? هقول لك ان المسؤولة عن بتاع اللي هو بتاع اللي هو بتاع البارة سمبساتيك نيرفا سيستيم خارج من الساكرا الريجون. بقول لك اللي هي دي التنفس. اوكي? دي حالة مرضية بتنشأ عند بعض الناس نتيجة انقباض عضلات الصدر باستمرار نتيجة عشان كده ما بيقدرش يحصل على كمية كافية من الهواء بيبقى في دي في التنفس. طيب العلاج بقى ده بيعتمد على ايه? ايوة. يبقى الازمة لو انا عايز اخترق لها علاج انا بقى اخترق علاج اعايز يقصر على الريجون. ليه? لان انا عارف ان بيتحكم فيه الاوتونومات نيرفا سيستيم. استنبساتيك بيعمل ايه? بيعمل ريلاكسيشن. البراسمبساتيك بيعمل ايه? بيعمل كونتراكشن. حلو. انا دلوقتي عايز اعالج الازمة. انا عايز اخلي السدري مرتاح. مش مقبوض على طول. اعمل ايه? اعمل ادوية تشتغل على السمبساتيك نيرفا سيستيم بحيث يزيد وتخلص من الازمة. فاهم ازاي? يبقى انا عندي يعمل ادوية تشتغل على البراسمبساتيك. تصبطها. توقفها عشان ما تعملش ايه? كونتراكشن. يعمل ادوية تشتغل على السمبساتيك نيرفا سيستيم فتزود الريلاكسيشن. بشوف يعمل هنا يعمل هنا. ايه اللي اختارات المتاحة? باكتيفيشن اوك سمبساتيك نيرفا سيستيم. طيب كويسشن نبر توينتي سري. بقولك اه الرعيس دي منين? طبعا احنا عارفين ان السمبساتيك بيقلل والبراسمبساتيك هو اللي بيزود السيادي طب البراسن بساتك اللي بيزود ده النيرف جاء من اين? جاء من الله ينور عليها. جاء من ايه? من ومن السكر الريجون. لكن تحديدا دي اللي فوق النيرف بتاعها او الوسطة اللي جاءة من جاءة من يبقى اللي جاءة برين ستم ريجون. طيب كوششن نبر توينتي فور. وين ايتنج اميل كونتينينج كاربو هيدريتز اندي ميتز دورينج وووشنج اورال موبي فيلم راعب. ازا ريت اوف دايجيشن هيحصل له ايه? طيب. وانا بتفرج على فيلم راعب. ايه اللي هيحصل? رفع عليكم. ستريس سيتيواشن. مثلا ما سقول عنه السمباساتيك نيرف السيستم هينشط. طيب السمباساتيك نيرف السيستم كان بيعمل ايه? كان بيقللها. فهيقلل ايه? وانا باقل اللحمة. اللي بيهدمه اصلا الجاستريك جيوس اللي بيتم افرازه في المعدة فيحصل ايه في الديجيشن؟ هيقلل الديجيشن في الماوس وفي الاستومك ليه؟ في الاستومك هيقلل الجاستريك جيوس هيقلل الديجيشن الله طب وفي الماوس هتقلل السلايبا ما هو يا باشا السيمباساتيك نيرفا سيستم بيقلل كل سيكريشن يبقى هيقلل ايه؟ هيقلل الديجيشن اللي بحصل في الماوس والاستومك هتقول لي الله طيب ما فيه دايجيسشن بيحصل في الليستومك للبروتين ودي عارفينها اللي هي اللحم لكن الماوس بيحصل فيه دايجيسشن السلايفا بتعمل دايجيسشن للسطارش بتحوله الملتوز من كومبليكس الشجر لضايساكارايت دخلنا على درس الديجيسشن هوا سهلة جدا يبقى أنا عندي في الورار موفي بيزود الاكتيفيتي بتاعت السيمباساتيك نيرفا السيستيم فبيقلل وبالتالي بيقلل اللي بيحصل في الماوس وفي الستومك شكرا ليكم بقى الاجابة به ودلوقتي نتنقل على المسلينيس كويسشنز اول اسئلة المقالية اول سؤال بيقول لك على حسب ايه بقى؟ على حسب النمبر والطايبس طيب دور كانوا اتناشر بيرز وخارجيين من الكرانيوم او الجنجمة عشان كده سمناهم لكن كانوا واحد وثلاثين بيرز وكانوا خارجين من سروق فهنا ده اتناشر بير لكن دولت واحد وثلاثين بير طيب الطايبس بقى كان انواعهم ايه او كان اللي فيهم انواعها ايه طيب كان بيبقى فيها يا سنسوري نيرف يا موتور نيرف او الاتنين مع بعض اللي كنا بنسميه يعني يا ده الوحده يا ده يا الاتنين مع بعض لكن ما لهاش غير حل واحد بس كان الاتنين مع بعض سنسوري وموتور مع بعض ليه؟ لان كان فيه اللي هو مسؤول عن رد الفعل المباشر للاستجابات السريعة فكان لازم يكون فيه وزا ما انت عارف طبعا بيكون من السنسوري نيرف فايبر والموتور نيرف فايبر مع بعض فهنا يقيمة سنسوري او موتور او ميكس لكن هنا ما فيش غير احتمال واحد اللي هو سنسور وموتور مع بعض طب نيرف اكشن ده رد فعل او استجابة سريعة جدا للعوامر الخارجية الخطر على الجسم فلو استنينا ان تطلع من لغاية وتنزل تاني عشان كل ده بياخد وقت طبعا هي كلها في الاخر ميلي اجزاء من الثانية لكن اللي كان مسؤول عن بشكل سريع كان هو لان كان فيه اوكي عشان كده اللي موجودة فين في البرين عشان كده كان بتتم كلها لان هي اللي فيها فكان بتاخد اكشن سريع ثم يشعر بيها بعد ما يكون ايه الرفليكس اكشن خد اكشن سريع عشان يحمل جسم من الضرر الخارجي اللي هي 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 ايأثر عليه طيب كويتشن نمبر سري ولك كومبير بتوين والبريفرال نيرف السيستم طبعا ده درس وده درس طبعا اكيد هيحدد لي نقطة هقارن فيه اكوردنج ايه الفانكشن وظيفة دا ايه ووظيفة دا ايه طيب نبتدي بالسنترال نيرف السيستم كان عنده وظيفتين اساسياتين اول وظيفة كان بيتعاون مع الاندوكراين سيستم عشان يعملوا ايه كنترول الاكتيفتيز والفانكشنز بتاعة البادي سيستم اوكي من خلال ما بينهم يبقى الاندوكراين سيستم والسنترال نيرف السيستم اللي تنيه بيتعاونوا مع بعض عشان يتحكموا وينظموا بتاعة البادي سيستم طب ايه تانية وظيفة ليه انه كان بيستقبل اللي هي كانوا بتمثل الاكسترنل او الانترنل استيميولاي. وبالتالي بيدى طيب ده طيب اللي بريفرر نيرفا سيستم وضيفته ايه? اول حاجة ترانسيميشن اف نيرفا امبالس فروم الريسيبتور اورجان تو زيه تاني حاجة ترانسيمت النيرفا امبالس اللي جاي من سنترل نيرفا سيستم بتودها للافكتور اورجان. يبقى ده كان يبقى يعتبر الطريق او الوصلة رايح جايد. من سنترل نيرفا سيستم للافكتور اورجان. وده الفرق ما بين الاتنين على حسب الفانكشن. طيب. كوشن نمبر فور. بولك اكس بلين. وينة هاند اكس بوزد تو ابريكل. بايبين او هات سيرفس. يعني اتشكت بدبوس او لمست سطح سخط. ازا سنسيشن اوف بين افتر وزدروالز هاند. يعني بسحب ايدي الاول وقت جايحس بالقلم. طبعا ده بيحصل يعني بعده مش بعده ببقاط كبير يعني. طب ليه ده بيحصل ليه الهاند بيحصل لها بتتسحب بسرعة وبعدها بفترة قصيرة احس بالقلم. ليه مش في نفس اللحظة? اقول لك ببساطة جدا لان ده وريفليكس اكشن بيتم لان هو اللي في كله. فبيعمل ايه? عشان يحمي الجسم من المخاطر خارجية بياخد رفليكس اكشن ات وانس. فيحصل للهاند. وبعد كده بتوصل النيرف امبالس ليه السنسيشن سنترز اللي موجودة في البرين. ويهي? وبتحس بالقلم. فقط. كوستن نمبر فايف. بولك طبعا. طيب. مبدئيا الاجابة دي غلط. ليه? لان اللي كان مسؤول عن هو السيمباساتيك نيرفا سيستم. والسيمباساتيك كان بيستيمولات الادرينا الجلاند اللي موجودة فوق الكلف انها طلع ادرينالين هرمون. والادرينالين هرمون كان السبب في تحويل الجلايكوجين المتخزن في الجزء لايه? لجلوكوز في البلد. وبالتالي كان بيزود البلد جلوكوز. يبقى هنا الكلام كله على السيمباساتيك مش البارا سيمباساتيك. كوستشن نمبر سيكس بقولك يعني لما عينك بتتعرض لضوء شديد بيحصل اللي هي حضكة العين دي بتديه. ليه? طبعا دي علشان تحمي العين من الضوء العالية. ممكن تعمل ضرر في كرانية العين. لكن ده بيحصل ازاي? برضو من خلال الرفليكس اكشن. اتعرضت لضوء شديد. بيحصل بيحصل للايه? للماصلز اللي حوالين. وطبعا اللي بيتحكم في ده كله هو البارا سيمباساتيك نيرفا سيستم. بينشط اول ما بيتعرض وبالتالي بيدي اردر للماصلز او اي بيوبل اوكي? از ان اكشن. اوكي? عشان تعمل كونتراكشن. يبقى هنا البارا سيمباساتيك نيرفا سيستم بيعمل كونتراكشن الاي بيوبل عشان يحمل عين من وبكده نكون خلصنا الاسئلة اللي على درس البي ان اس. والحمد لله نكون اتمينا الرسالة بالكامل وخلصنا منهج الترمي التاني للصف التاني السنوي. ان شاء الله بازن الله نتقابل في الدروس جاية ومراجعات جاية عشان استفيد اكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.